يا سادة احنا عندنا خمس معاني زكارهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعملونا خمس دوائر لو لاحظت كده ان الدوائر دي بتبتدي من الداخل للخارج ازاي؟ لما تلاحظ كده ان التقوى والرضى الاتنين بيتكلموا عن ادارة الزات وكأنه انت مش هتقدر تدير ذاتك وتكون مرتاح الا برئتين الا بعينين مش هتقدر تكون صاحب بصيرة الا بعينين العين الاولى هي عين التقوى اللي هي بتعمل ايه؟ اللي هي تجنبك المكاره وتخليك ما تقعش في المزالك وما تقعش في الاوحال فالتقوى على طول دي للتخلية وكمان انا مؤمن دايما ان كل حاجة فيها تخلية وتحلية وتجلية بس غالب فيها التخلية ويجي بعد كده التحلية ان تتحلى بالرضى رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبيا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم الشخص اللي يقول كده بيدخل الجنة حتى جنة الدنيا قبل جنة الاخرى يبقى عندك عينين رئتين تستطيع ان انت تتنفس بيهم وتستطيع ان انت تعيش بيهم الرئة لا والان هي رئة التقوى والرئة التانية هي الرئة الرضى التقوى تخليك عارف مقامك والرضى يخليك عارف ربك عارف يعني ايه مدد من ربنا فترضى بما قسم الله لك فتكون اغنى الناس انت بالرضى تحس ان انت ملكت الدنيا بحزافيرها ولزايك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات امنا في سربي معافا في بدني عنده قوت يوم اوه قوت يوم راضي بقوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحزافيرها يبقى ايه اللي حاصل ادي الانسان في ادارته لذاته اهم حاجتين في ادارته لذاته طب و علاقاته قال له علاقاته نوعين النوع الاولان العلاقة القريبة عراقة الجوار والجوار على فكرة اوسع بكتير جدا ولذلك ممكن يكون الجوار حضرت النبي كمان في بعض الروايات تكلمت على جوار اوسع وحتى لما ييجي كمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجرنا ما اجرتي يبقى اذا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الجوار بمفهوم اوسع وهو مفهوم ايه؟ وهو مفهوم التقارب والتعاضد والمسندة يبقى عندنا كمان الجيران ودي دايرة دايرة قريبة دايرة بيتوتية دايرة بتجمع الناس في إطار واحد إطار في المبيت وإطار في العيشة التي فيها انتماء وبعد كده يتسع بقى يتسع إلى الإنسانية كلها يتسع إلى حب الخير للناس كلها فإيه اللي حاصل؟ يبقى هنا بنبتدي بحاجة مهمة جدا وكأننا بنبتدي بالرحمة بنبتدي أن احنا نرحم نفسنا نرحم نفسنا فنتقي نتقي ما يجعلنا في شقاء ونرحم نفسنا كمان بالخير بالرضى أن احنا نرضى ونعظم عطايا لله سبحانه وتعالى وبعد كده نروح على فين؟ نروح على الخير أن احنا نحسن للجار وكمان الخير القريب وكمان الخير العام الخير بدايرتينه الدايرة الديقة اللي هو الجيران والدايرة الوسعة اللي هو الناس وحب الخير للناس هذا هو ده قيمة الخير الحاجة الأخيرة كان الاتزان اللي هو الجمال اللي قمة الاتزان بتصل لما الإنسان قمة الجمال يصل إلى الإنسان لما يكون في قمة الاتزان الاتزان اللي يخليك ما بترتكبش أشياء فوق الطاقة الالتزاني بيخليك ما تخرجش عن حدود المعقول يخليك ما تخرجش عن حدود التحمل هو ده تلت قيم بتتكلم عن الحياة وكأن احنا بنتكلم الحديث ده لو شيء بيجمعه فبيقولك هو جمال الحياة هذا الحديث يتكلم عنوانه كده لما نجي نحط عنوان للحديث هو جمال الحياة جمال حياتك مع نفسك بايه؟ على طول بالتقوى والرضا وجمال حياتك مع جيرانك بالإحسان وجمال حياتك مع الخلق كلهم بالخير وجمال حياتك كله لما تتغمس في الجمال في جمال الاتزان هو ده معنى الحديث يبقى هذا الحديث كما أن في حديث زي حديث سيدنا جبريل اسمه أم السنة فهذا الحديث اسمه حديث جمال الحياة عارف انت لما تتقي الله ولما انت كمان تكون من أهل الرضا تخرج أحسن ما فيك عارف هيخرج منك إيه؟ لما تكون عايش بالتقوى وعايش بالرضا هيخرج منك عارف إيه؟ لما تتقي يخرج منك حاجة مهمة جدا جدا يخرج منك الافتقار إلى الله يخرج منك العبودية إلى الله ولزيك حضرت النبي قال اتقي المحارم تكن أعبد الناس آه يدخل تخرج العبودية وجمالها يبقى انت لما تكون تقي تخرج العبودية بجمالها يبقى يخرج جمال العبودية منك طيب ولما ترضى يخرج منك كمان لإيه؟ كمان جمال الغنى بالله آه يا سلام تبقى مستغني بالله لا تطلب حاجة من حرام ولا تستعج الرز إيه الاستقرار والسكينة اللي موجودة في الرضا ده؟ إيه الجمال والراحة البالي اللي موجودة في الرضا ده؟ ويا سلام بقى لما نروح لكمان للإحسان للجار تحس ان الدائرة اللي حواليك في أمان لان انت أحسنت والحسن بيدخل على القلب حالة من حالات السكون والسكينة ويبقى السكن اللي انت سكن فيه انت غطيته بسكينة لما أحسنت لجارك ولما تخرج في طرقات الحياة وللعمل وللعيشة تجد ان انت زراعة الأرض اللي بينك وبين الناس كلها بالخير بالخضرة والقلب الطيب والقلب اللي دايما بيحب الناس وعشان كده قلب مليان بنور الإيمان وتبقى راسخ على أرض سابتة في كل الصفات دي عشان انت ما تتحكش على نفسك وما بتكسرش الضحك عشان ما بتكسرش خديعة نفسك وساعتها تكون متزن وساعتها تدخل في قوله تعالى يسبط الله الذين أمانوا بالقول السابت ما أصل السفة اللي كانت قبل كده تكون مؤمنة وهنا هتكون من أهل السبات يا رب جعلنا على الدوام من أهل السبات من أهل السبات واجه لهذا الحديث يا رب نبرصنا في حياتك الحديث ده أنا دايماً بسميه حديث المشكاه حديث النور اللي انت لو مشيت به هتلاقي حياتك منورة بنور الجمال جمال الرحمن في كل أحوالك يا رب جملنا بهذه الصفات اللي أتى بيها الجميل حبيب الجميل سبحانه وتعالى حبيبك المصطفى اللي أراد أن يجمل حياتنا وأراد أن يرح بدنا وأراد أن ينزل من على أكتفنا أحملنا فأتانا بكل هذا الجمال